السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحمة بكم أعزائي الكرام على قناة إشعاع في هذا الفيديو أشارك معكم طريق تشغيل ميزة التحقق من الأمان في متصفح جوجل كروم من الكمبيوتر وأيضا من الهاتف وهي ميزة تم إضافته إلى متصفح جوجل كروم لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق أولا سنقوم بتشغيل ميزة التحقق من الأمان في جوجل كروم من خلال الكمبيوتر إذن نفتح متصفح جوجل كروم ثم ننقر على النقاط الثلاثة في الأعلى ثم نفتح الإعدادات ثم نضغط على الخصوصية والأمان إذن هنا تظهر في الأعلى خاصية التحقق من الأمان ونلاحظ أن هذا التعريف الموجز لهذه الخاصية يستطيع كروم مساعدتك في الحفاظ على أمان معلوماتك من عمليات اختراق البيانات والإضافات الضارة وغيرها من المشاكل للبدء في عملية التحقق نقوم بالنقر على التحقق الآن ويتم هنا البحث في التحديثات أي التحديثات الخاصة بكروم أيضا مدير كلمات المرور أيضا التصفح الآمن والإضافات وكذلك برامج الجهاز وننتظر حتى يتم الانتهاء إذن هناك ما نشاهد مثلا تم القيام بتحديث جوجل كروم ويطلب منه إعادة التشغيل ويمكن فهم النتائج كالتالي فالنتائج التي تظهر أمامها علامة الصواب باللون الأزرق ليست بها أي مشاكل مثلا التحديثات يتم تحديث المتصفح تلقائيا التصفح الآمن الحماية المحسنة مفعلة الإضافات هنا لا يوجد إضافات ذارة مثبتة وأيضا برامج الجهاز أي البرامج المثبت على الكمبيوتر لم يعثر متصفح كروم على برامج ذارة في جهاز الكمبيوتر أما الرموز الأخرى مثلما ظهر هنا أمام مدير الكلمات فهذا دليل أنها تحتوي بعض المشاكل التي يجب حلها وهي وجود كلمة مرور ضعيفة سأقوم بالنقع على مدير الكلمات وهنا يظهر الموقع الذي يحتوي على كلمة مرور ضعيفة ويجب تغييرها الآن لتشغيل خاصية التحقق من الأمان في جوجل كروم على الهاتف نقوم بالتالي سوف نفتح تطبيق جوجل كروم ثم نضغط على النقاط الثلاثة في الأعلى ثم نفتح الإعدادات ثم ننزل إلى أسفل وننقر على التحقق من الأمان ثم في الأسفل نضغط على التحقق الآن إذن تظهر النتائج التالية التحديثات إذن جوجل كروم محدث كلمات المرور لم يتم العثور على أي كلمات مرور محتمل تعرضها للاختراق والتصفح الآمن إذن هنا تم تفعيل الحماية المحسنة إذن إلى هنا نأتي لنهاية هذا الفيديو أرجونا للشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا